السلام عليكم وتتبعي قناة دروس وتمارين مرحبا بكم في فيديو جديد يوم ان شاء الله سنرى لائحة العطل للتعليم الابتدائي وكذلك الاعداد والثانوي التأهيلي والتعليم العالي برسم سنة الدراسية 2021-2022 اذا كما تلاحظوا في هذه الجدوال عندنا العطلة اللولى بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ستكون في 12.13 ربيع الاول 1443 وغيكون المددية لها مدة يومين العطلة الثانية ستكون بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يوم السبت 6 نومبر 2021 وغتكون لمدة يوم واحد فقط العطلة الثالثة ستجمع فيها مناسبتين العطلة البيئية الاولى وعيد الاستقلال يجي يوم 18 نومبر 2021 يعني غتبدأ العطلة من يوم الاحد 14 نومبر 2021 الى يوم الاحد 21 نومبر 2021 وغتكون لمدة اسبوع ثمانية ايام العطلة الرابعة غتكون العطلة البيئية الثانية وفاتح السنة الميلادية غتبدأ العطلة من يوم الاحد 26 نومبر 2021 الى يوم الاحد 2 يناير 2022 وكذلك غتكون لمدة اسبوع ثمانية ايام والعطلة الخامسة غتكون بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال غتكون اليوم واحد فقط لوقت ثلاثة 11 يناير 2022 والعطلة السادسة غتكون عطلة منتصف سنة دراسية غتبدأ من يوم الاحد 6 فبراير الى الاحد 13 فبراير 2022 غتكون لمدة اسبوع ثمانية ايام والعطلة السابعة غتكون العطلة البيئية الثالثة اللي غتبدأ من يوم الاحد 3 ابريل الى يوم الاحد 10 ابريل 2022 غتكون مدد يلا اسبوع اي ثمانية ايام والعطلة الثامنة بمناسبة عيد الشهر اللي غتكون لمدة يوم واحد فقط اللي هو فاتح ماي 2022 والعطلة التاسعة بمناسبة عيد الفطر من 29 رمضان الى اثنين شوال 1443 هجرية اللي غتكون المدة دي لها ثلاثة ايام او اربعة ايام واخيرا العطلة الاخيرة في السنة الدراسية اللي هي العطلة العاشرة بمناسبة عيد الاضحى من ثمانية الى 11 ذو الحجة من سنة 1443 هجرية غتكون لمدة اربعة ايام وهكذا نكون وصلنا الاخر الفيديو نتمنى انكم استفدو من هات الفيديو وعرفتوا العطلة دي لسنة الدراسية لسنة 2021 وسنة 2022 و الى فيديو اخر ان شاء الله وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة